موسيقى يسعد وقتكم و اهلا بسهلا فيكم انا ام ونذر و اليوم رح نعمل مع بعض البرغل بالشعيرية عندي هون انا جاي بكاسة واحدة من البرغل هذا البرغل الخشن اللي بكون للطبخ بس دي احكي عنو شوي للبرغل دائما بيجيني تعليقات انو شو هو البرغل خاصة من اخوانا الجزائريين انو شو هو البرغل البرغل هو الامح بيجيبوه بكميات كبيرة بيسلقوه وبينشفوه لحتى يجف تماما بعد ما بيجف بيرجعوه بيطحنوه حجم كبير وحجم صغير لهيك احيانا نحن ننقعه بسه بناكله هو بالاساس بيكون مسلوق يعني بيقولوا كيف تاكلوني ما هو بيكون بالاساس مسلوق حتى كمان هون عندي نص الكاسة من الشعيرية بتكون تحطوا نص للكاسة بتكون تحطوا كاسة للكاسة في البعض بيحب يحط كاسة كاملة وهذا بيرجع على الكن الطنجرة على النار راح حط تقريبا معلقة من السمنة معلقة الاكل يعني وبشو بتحبوا تطبخوا انتو بيصير بزيت بيصير بزبدة بايشي ممكن مادة دهنية ممكن تطبخوا فيها في البعض بيحب يحط كمان يعني شوي من السمنة ومعلقة صغيرة من الزيت لحتى هيك يعطيها لمعة شوي لحبيت البرغول وقت بدا تنطبخ راح ضيف هلا الشعيرية بدي حمصها لتحميص الشعيرية ممكن تخلوا تصيل لونة هيك بني على محروق شوي في كتير ناس ما بيعتبروها اصلا تحمصت اذا ما كان لونة بهالشكل وفي ناس بيحبوها شعرة هذا كمان اختيار يعني فانا هلا بدي حركة قلبها هيك شوي لحتى تاخد اللون اللي انا بديه بوقف عنده هلا هادا اللون انا بلاقيه يعني تقريبا كافي انا هادا بحبوه اذا بتحبو تحمصوه اكتر كمان بيصير هلا بدي ضيف كاست البرغول كاست البرغول هاي انا ماني غاسلتها بدي حطها وقلبها هلا مع الشعيرية اذا بتكون تغسلوه للبرغول لازم بس تغسلوه تكبو المي يعني ما تنقعوا نهائيا مثل الرز مباشرة بنطبوه بقلب الطنجرة وبنحط المي يعني حتى ما بنحمصوه لانه بيفش فش معنا بعدين اما اذا بتكون تتركوه هيك بدون ما تحطوه يعني تغسلوه حمصوه شوي مع الشعيرية تقريبا ش 3 دقايق كتير منيح هلا كاست البرغول بيحط لها كاستين من المي هيك اول كاسة نفس الكاسة اللي عيارت فيها البرغول بيعير فيها المي وهي الكاسة التانية هلا بقلبو هيك شوي بحركو راح ضيفلو هلا الملح انا هاي الكمية قليلة اللي عندي وانا يعني انا دائما بحاول خفف ملح يعني انا راح حط معلقات الشاي بهالشكل ملح انتو اذا بتحبوا تضيفوا الكمية فيك تزيدوا الملح شوي يعني هلا هدا بدي حطوه على نار قوية مو متل الرز هدا بنحطو على نار قوية لحتى يغلي وبس غلاء بعدين بنحط النار وسط هلا انا بارجيكم كل المراحل يعني انا عم بشتغل بارجيكم كل المراحل حتى بتنجح معكم الوصفة تماما هلا اخد معي بس تقريبا شي اه اربع داعي او خمس داعي وغلاء لانه الكمية قليلة يعني انا عاملة بس كاسة فضغري غلاء مجرد انه غلاء هلا انا بدي خلي النار وسط مو واطية وسط بس بخليها بغطيه برجع وبتركه لحتى يستوي تماما هلا عندي هون انا لسه ما استوي الصراحة يعني بس دي ارجيكم المراحل متل ما قلتلكون شايفين كيف واطة عم حركوا شوي في شوية مي بسفل الطنجرة بس نشفت المي يعني كمية المي نشفت منيح بس لسه في شوي هلا البرغو العادي انكم تكشفوا عنه وعادي انكم تحركوا مو متل الرز الرز مثلا انكم تغطوه وما تحركوا نهائيا لا هذا عادي فيكن تقلبوه وفيكن تحركوه عادي يعني ما فيها مشكلة هلا انا تركتو بس لدقايق وطفيت تحتو كانت نشفت المي اللي كانت موجودة هلا بدي اسكبوه تشوفوه طبعا انا حطيت هون الجات بدي اسكبو فيه مين لسه عنده من هاد الجات يمكن هاد الجات انقرض هلا ماعد في حدا عنده من هاد الجات اللي عنده من نفس الجات طبعا تكتبلي تحت بالتعليقات هلا شايفين كيف انا عم لا هو مبحث يعني بعده ناشف ولهو كمان كتير فيه مي يعني المي انا اللي ضلت هاي شوية لصغيرة كلها تركتها لحتى نشفت تماما بسكبوه هلا بقلب الجات بوزعو هيكي يعني اه رحت هو شغلته كتير كتير بسيطة وسهلة يعني ما تخافوا منه شغلة البرغول كتير شغلته بسيطة قد ما كان فيه مي يكتركوه معلش حتى ينشف تماما كاسة البرغول عملتلي هاي الكيمية حتى يكون انتو تعرفوا تقدروا يعني اذا بتقول انه البرغول بينكوت يعني ما بيعطي حجم اكتر من حجمه يعني فشايفين هاد الجات من كاسة برغول واحدة وشايفين اللمعة هيك مأحلى هلا بيكون فيه يعني يعني طراوي ورطب ما بيكون ناشف نهائيا بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو لا نسوا تتابعوني على القناتي قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحل